السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصفاء الثالث السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في حل سئل كتاب الوافق المراجعة النهائية والامتحانات الامتحان رقم 13 في الكتاب والامتحان رقم واحد في الاتزان الكيميائي وهو الباب الثالث اول سؤال في حالة اليوم طبعا بنحل من صفحة 65 حتى صفحة 69 السؤال رقم واحد في حالة اليوم بيقول اقيا من التفاعلات التالية يعد تفاعل تام طبعا لو جينا نبص على التفاعل الاولاني هنلاقي متكون في راسب يبقى التفاعل ده تفاعل تام هنا في غاز في النواتج ولكن في اناء مغلق يبقى التفاعل بتاع تفاعل انعكاسي ده حمض وقحول بيكون استر وما يتفاعل انعكاسي هنا بيطلع غاز برضو بس في اناء مغلق يبقى التفاعل انعكاسي سؤال رقم اتنين بيقول يصل التفاعل الكيميائي لحالة الاتزان عندما يتساوي كمية النواتج مع كمية المتفاعلات من الشرط عندما يتساوي معدل استهلاك المتفاعلات مع معدل تكوينها فعلا يعني يتساوي معدل استهلاك المتفاعلات مع معدل تكوينها هيكون معدل التفاعل الطرد اللي هو ار واحد بيساوي معدل التفاعل العكس اللي هو ار اتنين وده شرطه من شروط حدوث الاتزان. سؤال رقم تلاتة بقول عند اضافة قطرات من دليل المثال البرتقالي في خليط من حمض الخليك والكحول الايثيلي. طبعا حمض الخليك والكحول الايثيلي بيبقى وسط التفاعل بتاعهم دايما بيبقى حامضي بسبب وجود حمض الخليك في وسط الايه? التفاعل. فيخلي لون المثال البرتقالي باللون الاحمد. وده بيكون لون برضو عباد الشمس في الوسط الحامض. السؤال رقم اربعة بيقول. تعبر المعادلة هي عن التفاعل الممثل بالشكل المقابل. طبعا انت لو بصيت على الشكل بتاعنا هتجي تبصت لقى عدد مولات السي. المفروض ان هو كان بيساوى عدد مولات البي في بداية التفاعل. ولايه هيبقى نصهم. وبالتالي هيبقى عندنا طبعاا والبي بي قاله. يبقى الاثنين متفاعلات. اده الاي. واده اتنين بي. لان عدد مولات البي ضعف عدد مولات الاي. والسي وصل الى عدد مولاة البي بقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار الف. السؤال الرقم خمسة. بقول لي عند اضافة محلول من المادة واي. الى المادة اكس. الى محلول المادة اكس. ذات اللون لا صفر الباية. يبقى ده كلوريد الحديد السلاسي. ده اكس. والمادة واي دهيت هيبقى سيوسيانات الامونيوم اللي هو. تكون محلول للون معين اللي هو اللون الاحمر اللي ايه? الدماء. بقول لي عند اضافة مزيد من المادة واي. اللي هي سيوسيانات الامونيوم. لنفس المادة زيت اللون الناتج لان التفاعل عنشط في الاتجاه الطردي. يبقى احنا قلنا اكس كلوريد حديد سلاسي واي عبارة عن سيوسيانات امونيوم يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار الف. نروح بعد كده للسؤال رقم ستة. بقول لي انظر بالتفاعل الاتجاه اكس بيطوى. اتضح ان عشر جرامات من الاكس استهلكت في ست دقايق واربعين ثانية. ست دقايق دولا هيبقى ستة. في ستين بيساوي تلتمية وستين ثانية زائد الاربعين ثانية يبقى احنا كده عندنا ربعمائة ثانية. ده الزب. بقول لي ومن ثم فانه متوسط معدل التفاعل. استهلكت عشر جرام يبقى معدل التفاعل اللي هو ار هيساوي الكتلة اللي هي عشرة على ربعمائة. يبقى يساوي خمسة وعشرين من الف. جرام لكل ثانية يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار. نجي. صور رقم سبعة بيقول لي من التفاعلات اللحظية. يعني التفاعلات السريعة. تكوين الاستر ده مركبات عدوية تفاعلاتها بطيئة. ادراجة الزيوت النباتية مركبات عدوية تفاعلاتها بطيئة. محلول نطرات الفضة مع كلوريد السوديوم ده مركبات ايونية تفاعلاتها سريعة لحظية. يبقى نختارها تكوين الصبون. ده تفاعل بيتم بين مركبات عدوية تساهمية وبتكون مركبات او تفاعلات بطيئة. بصور رقم تمانية. بيقولي عنده تفاعل مع حمض الهايدروكلوريك ايا من اشكال كربونات الكالسيوم الاتي سيكون الاسرة تعال كده نشوف الاشكال بيقولي شكل قرأة واحد ولا مسحوق ناعم هنقوله مسحوق ناعم ليه لان زيادة مساحة السطح تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي نروح للسؤال رقم 9 هنا بيقولي ما قيمة سابت الاتزان للتفاعل المتزن عند درجة حرارة 458 درجة الحرارة مش هتفرق معنا بحاجة لان احنا هنطبق قانون سابت الاتزان مباشرة وهنشتغلها قانون سابت الاتزان كي سي بي سوى حصل ضرب بتركيزات النواتج على المتفاعلات كل منها مرفوع لقس بسوى عدد مولات الناتج بتاعنا اتش اي مرفوع لقس اتنين المتفاعلات اتش تو مضروبة في اي تو هنعوض عندي هنا الاتش اي واحد وخمسة من عشرة فعشرة اوسس سالب اتنين تربيع والاتش تو اربعة وستة من عشرة فعشرة اوسس سالب ثلاثة مضروبة في الاي تو واحد في عشرة اوسس سالب ثلاثة النتجة تحسبه هتلاقيه تقريبا الاختيار هيبقى دال تمانية وي اربعين وتسعة من عشرة صار رقم عشرة بقول هنا عند درجة حرارة متين خمسة وسبعين درجة سليزية تكون النظام المتزن اللي قدامي ده نشادر وحمضة هيدروكلوريك او كلوريد الهيدروجين غاز هيعطي لنا السحب بيضاء من كلوريد الامونيوم عند الاتزان كانت كميات المواد المتفاعلة تلاحز هنا ان في راسب فمش هيكتب فانت لما تيجي تكتب هتكتب الكيسي بيساوي حاصل ضرب تركيزات نواتج على حاصل ضربة تركيزات متفاعلات واحد يقول لي مستر ده هو اعطي لنا ملات هقوله هنا بما ان حجم الانائه واحد لتر فبالتالي التركيزات هتبقى نفسها عدد الملات لان هاسم الرقم ده على واحد وده على واحد يبقى هنا كده عدد مولات هو نفسه التركيز لان الحجم بيساوي واحد لتر فıkن عوض باقي هنا كده هنكتب واحد ما كان الناتج لانه مش هيتكتب اصلا وبعد كده هتكتب ان اتش ثري. هتعوض ادى واحد. ركز معي. هنا كده ان اتش ثري اول. هيبقى اربعة اربعة واربعين من مية. في عشر اوسساري بتلاتة. مضروب فيه. ليتش السائل كان واحد وخمستاشر. في عشر اوسس سالب تلاتة هتحسب. هطلع معاك الناتج برضو دال. يبقى الاختيار بتاعنا في السؤال رقم عشرة يكون دال. وطبعا الحسابات قدامك هاتف راجعة. نروح للسؤال رقم 11. بولي ازا كان الكيس هي عند درجة حرارة معينة. بيساوي الرقم ده. للتفاعل اللي قدامي. طيب هو هنا عمل ايه? هو عكس اتجاه التفاعل. عكس اتجاه التفاعل يبقى قل بقيمة الكيسي. يبقى الكيسي الجديدة. هتساوي واحد على الكيسي الاديم. يبقى بيساوي واحد على قيمة الكيسي الاديم اللي هي اتنين. وهي اربعة من عشرة في عشر اسسار بكام? تلاتة. يبقى الاختيار بتاعنا برضو دالي. نروح بعد كده للسؤال رقم اتناشر. بولي هنا عند زيادة التركيزات المولارية للمواد المتفاعلة سي عدة مرات بسبوط درجة الحرارة. هنا ناخد خط تحت سبوط درجة الحرارة. ما لا علاقة بين ثابت الاتزان والتركيزات. التركيز لا يؤثر في قيمة الكيسي. اللي بيؤثر درجة الحرارة. ودرجة الحرارة سابتة بقيمة الكيسي سابتة. ثبوت الكيسي ده مش موجود غير فين? غير في الشكل الف. يبقى نختار للاختيار الف. صار رقم تلاتاشر بيقول لي التفاعل التالي. زد ان زيد طو اتش سي اللي بيعطي زد ان سي اللي طو زيد اتش طو. اي ظروف الاتية تؤدي الى زيادة معدل زوبان الزنك. طبعا احنا عاوزين الزنك يبقى على هيئة مسحوق او درجة حرارة عالية وتركيز عالي. اعلى تركيز في دول طبعا انت هتستبعد اتنين من عشرة واثنين من عشرة لان اتنين اكبر منهم. وهتستبعد خمسة وعشرين وتختار له الاختيار الاولاني يبقى فوق تركيز عالي ودرجة حرارة عالية. سؤال رقم 14 بيقول ايا من التفاعلات المتازنة التالية لا تحتاج الى زيادة الضغط لتكوين نواتج. يعني هنا الضغط لا يؤثر. امتى الضغط لا يؤثر عنده تساوي عدد المولات في المتفاعلات والنواتج. هنا عدد مولات واحد وواحد وهنا اتنين يبقى هنا مجموع متفاعلات مولاتها اتنين والنواتج برضو اتنين يبقى هو ده اللي مش هيقص. يبقى الاختيار بتاعنا برضو يكون لاختيار نو لاختيار الف. نروح بعد كده للسؤال رقم 15. هنا في السؤال 15 بقول ما المعادلة الكيميائية الدل على ثابت الاتزان ده. هتعمل السهم او السهمين بتوعك. وتكتب اللي بعد السهم اللي هيبقى فوق اللي هو N O 2. طيب عدد مولات كام اتنين. من المعادلة اللي نواتجها 2 N O 2. ده طبعا ده اختيار G. طيب اللي قبل السهم هيبقى مين ال N 2 زائد 2 O 2. يبقى المعادلة فعلا زي ما احنا قلناها مين المعادلة G. راح بعد كده لسؤال رقم 16. بقول لي ايوجد قيمة الكي بي للتفاعل نعكاسي. ما تتغرج بكلمة نعكاسي دي هو بيسأل عن قيمة الكيسي للتفاعل. يعني انت ممكن تلغي دي خالص او الكي بي. الكي بي بيساوي حاصل ضرب ضغوط نواتج على ضغوط متفاعلات كل منها مرفوع القس بيساوي عدد المولات. الناتج بتاعنا هيبقى ال B بتاع السي مرفوع القس كام اتنين. وال B للاي مرفوع القس اتنين. وال B للB. ونعوض. ضغط السي اهو يساوي مية خمسة واربعين تربية. مية خمسة واربعين تربية. وضغط ال A خمسة وسبعين اهو تربية. وضغط ال B يساوي خمسة واربعين. هتحسب وتشوف الناتج هيساوي كامل. اطلع واحد وخمسة من عشرة. فعشرة استسالب واحد. ده يبقى الاختيار ده. صور رقم سبعتاشر. بقول لي كل من ما يأتي يؤثر على الاتزان الكيميائي معدل. تغير التركيز تمام. تغير الضغط تمام في حالة عدم تساوي عدد المولات. اضافة العمل حفاز لما بيأسرش فيه الاتزان لانه بيغير من معدل التفاعل الطارد والعكس بنفس البجدار. صور رقم 18 بيقول لي من خلال التفاعلين التاليين. ان او زايد او سري بيعطي ان او تو زايد او تو. وهنا ان او تو زايد او بيعطي ان او. خلي بالك. المادة اللي دخلت في احد خطوات التفاعل وخرجت فيه خطوة تليهة. يبقى هدي العمل الحفازي يبقى الان او. صور رقم 19 بيقول لي ما يدور العمل الحفاز في التفاعل. يزيح الاتزان في اتجاه النواتج وفقا لقاعدة لوشة الييل او بيزيح الاتجاه نواتج واتجاه المتفاعلات بنفس المجدر فما بيأسرش في وضع الاتزان يبقى دي مش نافع. يمنح الكترونات لكسر او تكون روابط حسب الحاجة حتى يستهلك بالكامل لا. هو ما بيستهلكش اصلا. يعمل على استمرار التفاعل بطاقة تنشيط اقل ايوة هو بيقلل طاقة التنشيط يبقى الاختيار بتاعنا الجين. بقول هنا يكون مركبات وسطية معقدة يسهل كسرها لا المركبات الوسطية اللي هو بيكونها بيسهل كسر روابطها. صور رقم 20 بقول تعتمد التجربة الممثلة بالمنحنة ايه على عامل حفاز. اذا استخدمت كمية اكبر من العامل الحفاز فما التغيرات التي تحدث. هتخلي التفاعل يحصل بشكل اكبر ولكن نفس النواتج هتبقى ثابتة. فانت عندك هنا بيقول لك النواتج قلت. هنا النواتج زادت. النواتج هنا المفروض ان هو كان مستخدم ايه? وبعد كده ضاف عامل حفاز فهيبقى بيه هو زاد. هنا بقول له النواتج زادت. اقول له لا. طب النواتج هتقل. اقول له لا. النواتج هنا اقول له لا. طب هنا هنختار له الاختيار نهو دال. طب ليه مستر? اقول لك لان معدل التفاعل زاد ولكن كمية النواتج زي ما هي ما بتتقصرش. وهنا لازم تحط في دماغك ان العامل الحفاز لا يؤثر في كمية النواتج. عاوز تزود كمية النواتج باتزود المتفاعلات. صار رقم واحد وعشرين. بقول من خلال التفاعل التالي. التفاعل اللي قدام ده. ما هي ظروف درجة الحرارة والضغط اللازمة لزيادة في وضع الاتزان. غدل ان او. يبقى انا عاوز تفاعله يمشي في الاتجاهنو الطرد. لو انا زودت الضغط هنا كده في ثلاتة. وهنا كده كده كم اتنين. لو ازودت الضغط هيمشي التفاعل طاردي فعلا. ولكن زيادة درجة الحرارة. التفاعل بتاعنا تفاعل طارد. زيادة الحرارة Blickmaya همشي في الاتجاهنو العكسي. يبقى ده كده طاردي ده عكسي. يبقى ده مش ناف stuffing. خفض الدغط خفض الضغط يخلي التفاعل زيادة الضغط بتخلي التفاعل يمشي في الاتجاه الطرد وخفض درجة الحرارة بتخلي التفاعل يمشي في الاتجاه الطرد وانا عاوز دي جيبه الاختيار بتاعنا هيكون دي. صار رقم اتنين وعشرين. بولي في التفاعل اللي قدامي له. فانه عند زيادة ايه? بتجي التفاعل نحو ايه? لو انا زودت الضغط. هنا كده عدد ملاة المتفاعلات اتنين عدد ملاة النواة جيبقى الضغط لا يؤثر. جيبقى الضغط والضغط ده شيء طيب لو انا زودت تركيز المتفاعلات ينشط تفاعل في الاتجاه الطرد يبقى دي اتغلط ونختار له باختيار نهوم دالي سؤال رقم 13 23 عفوا بول الصورة المائية لملح كلوريد الكوبالت السنائي لونها وردي يبقى دون لونه ايه وردي في حين ان الصورة اللامائية لونها ايه ازرق فبولي ما لون كلوريد الكوبالت السنائي اذا كان موجود في هواء ساخن هواء ساخن يعني هنا يعمل على انفصال الاتش تو اللي هو الرطوب وبالتالي اللون بتاعي يبقى لون ايه ازرق اللي هو الاختيار السؤال رقم 24 بولي في التفاعل التالي اتش تو زي اي تو بيعطي اتش اي ناقس هيت ناقس هيت خلي بالك لو انا جبت ديات كده هتبقى بالزاد يبقى التفاعل بتاعنا التفاعل ايه ماص فانا قيمة الكيس هي تزداد طبعا عاوز ازود قيمة الكيسي يبقى التركيز مش هيقاص عاوز ازود قيمة الكيسي هنا التفاعل ماص يبقى علاقة ترضية يبقى بنرفع درجة الحرارة يبقى الاختيار بتاعنا هيكون ايه دال السؤال الاخير بيقول لي التفاعل الاتي جزء من عملية ستيفلد التي تستخدم لانتاج حمض الناتج ايه العبارات الاتيه تفسر لماذا تنخفض النسبة المقاوية للان او الناتج بزيادة الضغط طبعا احنا عندنا عدد مولات النواتج هنا كام عشر امو وعدد مولات المتفاعلات كان تسع امو طبعا لما بنزود الضغط بينشط تفاعل عكسي تؤدي زيادة الضغط الى زياء الى ازاحة موضع الاتزام نحو اليمين لا ده نحو اليسار امش نفع يفضل حدوث التفاعل الطرد مع زيادة الضغط اي ودية صح يفضل حدوث التفاعل الطرد مع زيادة الضغط لو انا زيادة الضغط بيمشي عكسي يبقى هي ديات نفس الجملة اللي فوق بديت غلط ما ليش دي غلط يزداد الحجم الكل للغازات في التفاعل الانعكاسي لا بيقل التفاعل الانعكاسي بيقل للحجم او بيقل الضغط الكل او الحجم الكل لنقص عدد المولات يبقى دي برضو مش نفع يوجد عدد مولات اقل من جزيئات الغازات في جانب المتفاعلات فعلا يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار دالي بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة توفيق شباب المقادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته